عن حذيفة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والدباج والشرب في آنية الذهب والفضة وقال هن لهم في الدنيا وهم لكم في الآخرة متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأن يستجاب له رواه مسلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر